أعلن البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز أحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرية بالجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 وذلك لإصدار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسية والتي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة وتنافس على هذه الجائزة العديد من أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم ومن بينهم جهاز وحماية المنافسة المصرية حيث تهدف الجائزة إلى تصريط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه أجهزة المنافسة في تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية ترجمة نانسي قنقر